يعني يا مولانا إذا كان البر يعني إكرام الله وإعزازه أوليائه كيف نفهم ما يفعله السفهاء والظلمة بعباد الله وأولياء الله من تنكيل وقتل وتعذيب كما نرى في غزة على سبيل المثال نعم هذا سؤال وجيه فعلا نحن اتفقنا على أن اسم البر هو معناه من الإكرام والإعزاز والاحترام يعني إلهي لعباده المؤمنين فكيف رضي بإهانتهم ممكن نقول كده بإهانتهم من عباد أمثالهم لكن من صفهاء الناس من يعني مجرمي الحروب من من إلى آخر ما ما نعرف وعلى طول التاريخ هذا يدل على أن الله والعياذ بالله يعني كأنه تخلى عن إكرامهم لا المسألة ليست هكذا المسألة فأننا فهمنا هذه الإهانة من يعني من وجهة نظر يعني واحدة وقصرة قصرة جدا يعني نظرنا إليها بعين واحدة لما نفروض أن ننظر بعينين الفعل يكون إهانة حين يكون ظاهره وباطنه واحد إهانة يعني إهانة في الظاهر وإهانة في الباطن وكذلك أيضا يكون إهانة حينما يكون مبدأه ومنتهى ومآله إهانة نتيجته نتيجته تكون برضو هي جد في سياق الإهانة لكن الذي يحدث بالنسبة لهذا ما نراه وخاصا مع عباده المؤمنين سواء كانوا فرادة أو جماعات أو جيوش أو بلاد أو أفضان هو يدخل في باب الابتلاء وباب الابتلاء معروف أن الابتلاء ظاهره إهانة لكن باطنه مختلف أشد الاختلاف حكمة يعلمها الله الحكمة يعلمها الله وقد تكون موجودة وقد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة لكن على كل حال لا يسعك أبدا أن تفهم أن هذا الفعل إهانة في حقيقته وأن ما آله وأن عقباه وأن ما سيترتب عليه هو إهانات بعضها فوق بعض هذا غير صحيح الإهانة في الشكل الإهانة في الشكل أما في المضمون فليست إهانة وإنما هو يدخل في باب المحنة التي تعقبها منحة كما يقولون لأن المحن وراءها منحة وده طبعا مش يعني مش إنشاء الكلام ده إنما إن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أو اليسر هو المقال هو المقال يسر هو المقال وطبعا يعني هي قضية حدوث الشر أصلا في الكون لا نفهمها على حقيقتها وليه في شر في الكون يا مولانا؟ لا يوجد شر في الكون لا يوجد شر؟ لا يوجد شر وما اللي إحنا شايفينه ده إيه؟ ده خير كله إزاي؟ أنا أقول لحضرتك يعني هو الله سبحانه وتعالى يريد دائما الخير ده واضح إذا أراد الشر فلما يتضمنه من خير ليه؟ لأنه لا أظلم معنى أن تتساءل لما صنع كذا صنع كذا وأنت متألم فكأنك تقول هذا ظلم لكن إذا فهمت هذا في إطار العدل وفي إطار كما تحدثنا من قبل لا يظلم مثقال ذرة فهنا تفهم أن الذي يحدث هذا لا يحدث ظلما وإنما يحدث لمعنى